هو المشهد صباح اليوم بولاية القيروان في أول أيام الحجر الصحي الشامل وضع مثل مصدر السياء ناشطين من المجتمع المدني تلقى في الناس موجودة، في مرشي الخضرة موجودة، انتصاب فوضوي موجود التاكسيات اليوم تخدم نهزوا كرهبا ونوفروا بوق بالبوق نبدأوا نعايتوا لعبادة تلتزم وتشد ديارة وتحاول لصيعدوا الأمن سيد الوالي عليه اللجوب كونه بكل سرامة كونه يعمر الأمن اللي يلقاه البره يتحمل مسؤوليته اليوم احنا في أول أيام تطبيق الحجر الصحي الشامل في قيروان ثم بعض الأخلالات وبعض التجاوزات حضر الجولة الساعة الخامسة مساء بشكله نطبقوه بش نطبعوه معناها في كل المعتمديات صحيح ثم بعض الأخطاء لكن احنا اليوم في بضع الاستثناء بشترق أن نطبقوا معناها الجراءات الاستثنائية لنصع لها المرسومة التسعة وكذلك الأرتيق الـ 315 مزل التجارات الجزئية إن شاء الله من خلال ذلك بشكون ثم معناها عقوبات زجرية وتنجد تكون حتى عقوبات مالية وحتى بالسجن الحجر الصحي شامل إجراء فرضه وضع وبائي خطير أدى إلى انهيار المنظومة الصحية بالجهة والتي يواجه العاملون بها عديد الإشكاليات أكثر حاجة نقصين دولي دولي ماشيون واللي حتى اللي سامبل اللي معناها ما يسحقوش نعاش وكل شيء نقصين زادا في قسم كوفيد اللي المرضى يجيوا فيه تعبين ومعناها حتى أسانسور كيفاش نطلعوهم المرضى والوفيات والله متوترين معناها ما عاش نجم ونحسبوهم من بعد نحصل ونعملوا حاصيلة بتاع 24 ساعة مش نقاوه في الـ 15-20 وفاك يحط لك فاندو طاسيون ويقول لك امشي يجيوا لي ساعة ما تقاش تريت مو يبدو تريت مو ناقص عدي على كيفك ساعة ما تلقاش يكون يعاونك تقسر ويقفل معاك ويفرق كل شيء وفهم ما حد شيء ياجه في السلفزة كل شيء ناقص في الأثنائية تواصل العمل على تركيز المستشفى العسكري الذي سيكون جاهزا غدا الاثنين على أقصى تقدير ساعة توفير عشر أسرة إضافية ساعة تركيزهم داخل المستشفى الميداني ثم بعض أسرة الأكسجان إضافة لحملات التقصي وحملات المراقبة لم يجتم هنا في الخيمة هذه ومن المنتظر أن يلتحق غدا بولاية القيروان الإطارات الطبية والشبهة الطبية الذين وقعوا تسخيرهم سواء من القطاع العام أو الخاص لمعاذدة جهود العاملين بالقطاع الصحي وفق ما أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان